اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اضغطوا على السبسكراب اليوم جينا الحديقة اولهاو تبنات حديقة اولهاو والحديقة البرتغال كما يطلق عليها عام 1992 ميلادية احدى شارع كينيدي في مدينة اقادير كتتميز الحديقة وكتتعتبر حاليا من اشهر المعالم السياحية في المغرب تمت اسمية الحديقة باولهاو لتعتبرت من المدل البرتغال الساحلية الجنوبية واللي اعتبرها اهل البلاد توأما لمدينة اقادير الساحلية الجنوبية كتضم الحديقة الى جانب الطبيعي النباتي الفريد من نوعها ومكتبة ومتحف بالاضافة الى معرض صور اللي روي قصة تاريخ المدينة كتتعتبر الحديقة ميلاد اهل المدينة وكتتوجد بقرب من حي طالبرجت او حديقة العشاق اللي كيحلول بعض ان يصفها من الحدائق القليلة اللي كتتوجد باقادير كتفتح ابوابها امام العموم من الثلاثاء الى الاحد من الثانية بعد الزوال الى السادسة مساء كتنتد هذه الحديقة على هكتارين وكيشتغلوا بها اربعة عمال للنظافة والصيانة وكذلك في تسديل حديقة وترتيبها فهذه البلاصة بالضبط ممكن تجيو مع عائلتكم يعني فهذا الموقع في مساحات خضراء رائعة ممكن تجيو مع عائلتكم ممكن ان كانوا عندكم امتحان تجيو تحفظون وكانوا هنا ممكن تجيو انتما ولدكم يلعبون هنا فهذه البلاصة كانت تستحق مئة في المئة جوليها فعجبني هذا الموقع وكما قلت لكم انا مقندي لكم جوالات في مدينة اقادية المناطق المعروفة فهذه البلاصة بالضبط وقلقت نراكين واحد لمنظر واعر فكان نصحكم جولي وهذا الحديقة عندها تاريخ عريق وفيت مثل فيه واحد الفيلم اللي هنقول لكم في الأخر تبعوا معنا المشاهدة باشتعرفوا كل شيء تستاضف اليوم اللي تفتتحات فيه الحديقة خلال الاحتفال بيوم عيد العرش موسيقى 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 فهذه البلاثة بالضبط تم تصوير بعض اللقطات من الفيلم الأمازيغي اللي هو المحبوب عند الجمهور الأمازيغي و القواهد الإقبال اللي هو واعل بزاف وصراحة أنا عجبني ذلك الفيلم وكي يستحق عشرة على عشرة فعجبني ذلك الفيلم اللي اسمته فيلم الأمازيغي الشهير فيلم أونامير فالحان كان نحاول ندلكم ندوركم شوية في الحديقة ندروح الجولة في الحديقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعطاني اقتراحات في أجدار شيء من الموقع inte اذا كانت ملاحظات او لا شي اسئلة تجعلها في الكمانتر او لا صفحة على الفيسبوك والاستجرام ديالي نفس اسمي حسنة الشو تيفي كانت سنع لاسئلة ديالكم بيتن دير فيديو خاص للاسئلة مرحبا بكم والحديقة بطبيعة العالة تتوفر على الكراسي باش يرتاحوا الزوار للحديقة باش تأمل طبيعة فالان كانت وجدوه بالضبط خارج الحديقة ديال او الهاو هذه هي الخرجة ديال او الهاو ونحاول نصور لكم الصور ديال الجدل بحيط البرج وفي الجهة الشمالية لحديقة او الهاو كيتواجد متحف لذاكرة اقادير يعرض الصور القديمة لمدينة الانبعاد قبل الزلزال لعنيف لضرب المدينة كيف تح المعرض بيبانو امام الزوار في التوقيت العادي صباحا ومساء معرض ذاكرة اقادير كيتكون من رواقين للعرض وبهو للاستقبال تشرف على تسيره كل من جماعة اقادير وجمعية ملتقى ازوران نقادير بموجة باتفاق بين الطرفين انتمنا الفيديو اليوم اعجبكم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة